السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذلك هذا موضوع المكل size هي نحن لا مش مناسب هل 재تازة لك حلقة التكنيه الكتابات الكيسارية انتشرت بال rounding طبعا لأسباب كثيرة جدا يعني مهوش موضوعنا النهاردة لكن النهاردة بقدم لكم الوجبات والأكلات المفروض اللي انت هتكليها في الفترة وخصوصا الأسبوع أو أول عشر تيام بعد الولادة طبعا التغذية السليمة مهمة جدا لك ولطفلك طبعا ده عشان بيساعد على التقام الجرح بسرعة جدا وبيساعد كمان اللبن ينزل بسرعة وتبدأ على طول الرضاعة الطبيعية عشان الطفل يستفيد بلبن السرسوب اللي بتديله المناعة وبتديله الطاقة بعد كده وكمان بيخلي جسمك يرجع تاني لطبيعته بسرعة يلا مع بعض نشوف ايه هي الأكلات المسموح بيها في الفترة بعد الولادة مباشرة والأكل ده لازم تتقطر منه كويس قوي لان الأكل ده مفيد أكيد ليك لصحتك وللمولود بتاعك أول حاجة منتجات الألبان اللي هي خالية الدسم زي مثلا اللبن اللي هو خالي الدسم أو المنزوع الدسم وكمان الزبادي وكمان الجبن الحاجات دي فيها كالسيام وفيتامينات وفيتامين دي وكده الحاجات دي مهمة جدا هتخليك إن شاء الله تقوم بسرعة من الفترة بتاعت الولادة وصحتك ترجع زي الأول إن شاء الله وأكتر الحاجة التانية وهي الحبوب الكاملة زي العيش اللي هو اللاصمر وكمان الرز البني دي حاجات مهمة بتديكي طاقة وحيوية وكمان بتعالج الإمساك اللي بيأصل دايما في الفترة اللي هي بتاعت بعد الولادة رقم تلاتة وهو الخضار والفاكهة والخضروات مهمة جدا كمان لإنها بتديكي فيتامينات وبتديكي طاقة ومعادن وكده ودي مهمة عشان صحتك وعشان الجرح يلتين بسرعة ومن الخضار الفاصولية وكمان البروكلي ومن الحاجات المهمة قوي قوي أن انت المفروض أن انت تكون حريصة عليها طبعا الفيتامينات منها البرتقان والتوت دول حاجتين مهمين جدا مهمين قوي قوي لكل واحدة لسه والدة جديد أو والدة في أول أسبوع دول مهمين بيدوها يعني مصدر كبير قوي لفيتامين سي اللي بيقوي المناعة بتاعتها ويخلي دايما الجرح يلم بسرعة رقم أربعة وهو الشفان والشفان دي من الحاجات المهمة قوي اللي بعض الأمهات بتغفل عنها والشفان غاني برضو بالحديد والفيتامينات وكمان فيه ميزة مهمة جدا جدا بيعالج الإمساك اللي بيبقى بعد الولادة فأنت على طول تكل الشفان ممكن تحطي تخرط عليه الحبوب بتاع الفاكهة أو تحطي على اللبن الشفان من الحاجات المهمة الغاني بالألياف هيساعد أن تتخلص من الإمساك اللي هو دايما بيبقى يكون بعد الولادة رقم خمسة وهي البقليات زي العدس والعدس ده طبعا يعني أكلة محببة ولذيذة بتحبها كل الناس لأنها بتدي طاقة وحيوية ونشاط والعدس طبعا ممكن تعمل بكذا طريقة أسيب ليكي الطريقة اللي أنت تختاريها رقم ستة وهو الحلبة وطبعا الحلبة دي طبعا معروفة من زبان قوي أن هي بتزود اللبن وكمان الحلبة مهمة قوي ليكي أن هي بتحتوي على فيتامين سي المهم جدا عشان التقام الجرح وكمان تقوم إن شاء الله بالسلامة بسرعة أخيرا رقم سبع وهو الكوركم الكوركم يا جماعة من الحاجات المهمة قوي طبعا من الحاجات الطبعية المهمة اللي هي غنية فيتامين سي والفيتامين بي 12 والفيتامين بي المركب والماغنيسيوم والكالسيوم الكوركم مهمة قوي أنت برضو تحطيه في كل الأكلات بتاعتك وممكن نحط معلقة من الكوركم على نص قباية لبن دافي تشربيها مرتين في اليوم الصبح وبالليل إن شاء الله مهم جدا إن هو يمنع للتهابات اللي تبقى تحصل في الجرح بعد الولادة وكمان بيساعد إن الجرح يلم بسرعة والجرح بتاعك يكون نظيف دايما بعد ما قلنا الأكلات اللي انت المفروض تكليها وانا عايزك على طول دايما تكوني حريصة عليها وتكتبيها عندك في النوتة بتاعتك تكتبيها والدوم عليها إن شاء الله دي هتساعدك إن شاء الله أن أنت تقوم بسرعة بالسلامة واللبن بتاعك يزيد عشان يكفل بيب بتاعك نيجي بقى للأكلات اللي المفروض أن هي ممنوعة جدا وما ينفعش أن أنت تقرب منها أو تقطر منها أول حاجة هي المشروبات الغازية والمشروبات الغازية على كافة أنواعها دي المشروبات الغازية بتعمل اضطرابات في الجهاز الهضم بتاعك وكمان ممكن بتعمل اضطرابات كمان في الجهاز الهضمي بتاع البيب بتاعك الحاجة التانية العصير الحمضية زي اللمون والبرتقان طبعا البرتقان غاني في فيتامين سي والكلام دهو بس يعني يفضل ان احنا نقلل من الكمية بتاعة اللمون والبرتقان والحمضيات عموما لانها بتعملت كمان اضطرابات في الجهاز الهضم بتاعة الطفل وتخلي النوم بتاعهم مش مستريح رقم ثلاثة المشروبات السخنة زي الشاي والقهوة والنسكافيه دول من الحاجات المنبهات اللي فيها يعني كمية كبيرة من القفايين اللي بيخلي الطفل ألرت يعني صاحي وما يشاي نام كويس ويحصل عنده اضطرابات في النوم كمان ممكن للأسف ممكن تعمل عندك شوية اضطرابات في المعدة بتاعتك فيفضل ان تتقليل خالص من الشاي والنسكافيه والقهوة رقم أربعة لازم تبعيدي خالص عن الأرنبيط والكرومب والبصل الحاجات دي بتعمل غازات كتير قوي تعمل غازات ليكي أولا ثانيا بتعمل غازات للبيب بتاعك هدائما هتحس ان عنده غازات وبيطلع هوا وعنده انتفاخات ومغص وكتير فانت لازم تقليلي خالص الحاجات دي وخصوصا في الفترة اللي هي أول شهرين أو أول ثلاث شهور من عمر الطفل بتاعك رقم خامسة لو انت عندك سكر لقدر الله أو عندك سكر حمل سناء الحمل وكده يفضل انت ما تاكليش رز خالص لان الرز ده بيعلي مستوى السكر في الدم وبالتالي السكر ده بيقلل فرصة ان الجرح يخفه بسرعة ويلتايم بسرعة فنصيحة قليلي خالص من الرز في الفترة اللي هي أول أسبوع من بعد الولادة ده كان موضوعنا النهاردة باقتصار أتمنى النواة ينال إعجابكم برضاكم وإن شاء الله برضو اللي لسا ما عملوش لايك للفيديو واشتراك في القناة بسرعة أعملوا اشتراك وفعلوا علامة الجرس عشان تشوفوا موضوعات كتير جدا ومتنوعة وكلها حصرية نيجي بقى لحلقتنا النهاردة أو موضوع القراءة بتاعنا النهاردة وهو الموضوع التطور الطفل في الشهر السادس من العمر اتكلمنا في الحلقات اللي قبل كده عن الطفل الغاية من خمس شهور النهاردة بنتكلم على الطفل في الشهر السادس وعاوزكم حتطلقوا في أول كومنت تحت الفيديو بتاعنا الكومنت المثبت هتلاقوا فيه رابط فيه كل حاجة عن الطفل لو عندك طفل عنده ست شهور كل ما تتخيلين عن الطفل اللي عنده ست شهور من كل حاجة افتحوا الرابط وقروا الموضوع ومنتظر التعليقات بتاعيككم فيه برضو الكومنتات تحت الفيديو بتاعنا ومنتظر منكم الموضوعات اللي انتوا عايزين نتكلم فيها ان شاء الله معاكم ان شاء الله دايما وبيكم ان شاء الله نكبر ونكون اكبر قناة في الوطن العربي تحياتي لكم كنت معاكم دكتور يسوف قدخصات طب الأطفال وحدث الولادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته